موقع على ايه مطلع تصنيف صحيح ان الكل بيتفق وبيستقر على ان الاهلي في صدارة اندية الافريقيا في القرن ال 21 والعشرين والكل اللي عايز يعمل تصنيف منفصل عن التصنيف السابق او التصنيف التراكمي فيها بعض الاجتهادات الكبيرة لكن مع فوز الرجاء البيضاوي المغربي بكأس السوبر الافريقية تحت قيادة الفرنسي كارتيرون اللي رد اعتباره من التراج التونسي وفاز للرجاء بكأس السوبر بدأ يظهر التصنيف الخاص بالاتحاد الافريقي بعد اضافة نقاط التراجي لكن ما يطمئن جماهير الاهلي ومحب الاهلي في كل مكان انه هذا التصنيف الرسمي الصادر عن الاتحاد الافريقي عشان ما حدش للي يعيش نهاية القرن ما يلاقيش الناس دي بتتخنق تاني ويقولك عملوا التصنيف امتى مع قرب نهاية العقد الاول من القرن ال 21 لا لا طبعا دول 21 نقطة حلال وتسعة وسبعين نقطة حرام هقولكو تصنيف الاتحاد الافريقي للقرن الجديد الناس لسه بتتخنق ومزال الحقيقي ومش الحقيقي والتصنيف الجديد شغال والعدات بيعد والاهلي ما شاء الله يغرد في الصدارة بعيدا في مع قرب نهاية العقد الاول من القرن ال 21 والعشرين الاهلي في الصدارة بتسعة وستين نقطة مازنبل كونغولي التاني تسعة واربعين نقطة النجم الساحل التونسي سبعة واربعين نقطة المركز الثالث الترجي عنده تلاتة واربعين نقطة في المركز الرابع وان ينبأ في النيجيري الخامس ستة وعشرين نقطة دول الثمنتاشر نادي بالزبط ترتيب افريقيا في القرن ال 21 بداية من 2001 هلاقي بالنسبة للانديا المصرية الشقيقة الزمالك في المركز التاسع بـ 22 نقطة يعني الاهلي 69 نقطة الزمالك 22 نقطة الاسماعيلي في المركز التمنتاشر بعشر نقاط ده الانديا اللي ظهرها او المصرية اللي ظهرها في قائمة التصنيف حتى الان اذا الاهلي الاول 69 مازنبل تاني 49 الترجي والنجم السحلي النجم 47 والترجي 43 الصفاقس في 24 نقطة في المركز الخامس بيتساوى مع ان ينبأ والوداد المغربي في المركز الثامن الزمالك التاسع والهلال السوداني العاشر ده تصنيف الاتحاد الافريقي الرسمي فمع كل الاحترام وكل التأدير لجهود الزملاء في المواقع المختلفة اللي بينزله تصنيفات يبقى هذا التصنيف الرسمي من الاتحاد الافريقي اللي زي ما احتفت القرى كلها بالاهلي بطلا وناديا للقرن العشرين ها هو الاهلي يواصل مسيرته ويتصدر في القرن الحادي هو انا عزاس قال لك سؤال السانوية العامة كان فيها كمات عشرة ها هو الاول على السانوية العامة بيشوفوه اللي تصدر في سبع مواد مثلا ولا ست مواد ولا بيشوف المجموع العام مش اللي طلع الاول في الرسم يعني مش بعدد المواد اللي انت تفاوخت فيها اه طبعا طبعا يعني ده هو المعيار الطبيعي المنطقي اللي انت تبلغت بيه وكان ترتيبك السابع وانا كان ترتيب الاول واللي على ضوء هذا التقييم اللي انت معترض عليه وصلت للمركز التاني وانا الاول يعني